السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وسلام بكم معكم محمد علي وحلقة كتيرة وعالم أسرات تقنية نتمنى تكونوا بخير وصحة وبأفضل حال دايما نيان نهدا نتكلم على موقع او مش موقع احنا نتكلم عن ثلاث جروبات موجودين في اه تليجرام خاص للناس اللي عندها او عندها اداعات في اي كيو ارابيان اي كيو ارابيان هتلاقي في جروب باسم الاستثمار في شركة اي كيو ارابيان ده المفروض ان حضرتك لو عندك اي مشكلة تقنية مش عارف حاجة عايز تستفصل عن حاجة قبل ما تخش في معلومات عندك ناصة عن الموقع حابب تتأكد من حاجة تدخل هتلاقي في كل المستثمرين في اي كيو ارابيان موجودين على الجروب ده تقدر انك انت تسألهم وتعرف منهم اي بيانات او حاجة انت محتاجة الحساب التاني اللي هو اي كيو ارابيان بلو ج ده المفروض ان الموقع او اه موقع او قناتة تليجرام الرسمية بتاعة اي كيو ارابيان دي قناتة تليجرام الرسمية الاي كيو ارابيان هتلاقي فيها كل الاخبار اونلاين يعني كل الاخبار اللي بتحصل او اي حاجة بتحصل تجديد او اي حاجة على اي كيو ارابيان ده هو المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات يعني ده الجروب الرسمي لموقع اي كيو ارابيان اللي تقدر تاخد منه اي معلومة انت محتاجها هتعرف كل حاجة انك تكون منضم ليه الحساب التالت اي كيو ارابيان ده وده خاص باي كيو ارابيان الدعم بمعنى ان حضرتك عندك مشكلة في السحب في الاداعة اي استفسار المفروض انك انت بتخش ويتكلم طيب ده للناس اللي على اي كيو ارابيان الحساب الرسمي بتاع اي كيو ارابيان ده حصل فيه ان فيه حد خد اللوغو خد البيانات بتاعتهم وتم النصب على ناس كتير كان بياخد شخص بيامواخد يعمل نفس الدعم ويتكلم الناس على اساس انها يحلم وشكلهم وياخد منهم مسكرينات الاداعة ويروح يفاعل حسابات لحساب وهو فطبعا الموضوع ده لما تيجي تتكلم مع اي دعم او حساب على اي كيو ارابيان اتأكد من العنوان ده انا هحط لها انا هحط كل المعرفات الرسمية تحت في الفيديو عشان ده يعني الجروبات والحاجات الاحطة دي دي رسمية دي اللي انت تتعامل معها دي اللي انت تتصق فيها اي حاجة تاني في كمية نصبين كتيرة جدا متفقين يبقى انا هحط لكم المعرفات بتاعت ده والحساب اي كيو ارابيان بلوغ والحساب بتاع اه الاستثمار في شركة اي كيو ارابيان دول التلات اه حسابات اللي تقدر تاخد منهم معلومة او بتتعامل معهم ولكن النصيح الاول هالك عشان خاطر ما تجيش تقول ان احمد علي ما قال ليش وساطة مالية من على اي جروب على تليجرام ما في اي حد يخش اقولك انا عندي حساب ان في ناس كتير جدا مستثمرين مع بعض خش اقولك انا عندي حساب انا لسه ساحب وعنده اه بيير عندي كزا عندي مش عارف ايه مين يشتروا وتلاقي في ناس بتعرض اه اسعار الخيصة فان الناس بتجري عليهم ويكتشفوا فيما بعد ان الناس دي نصابة لان الناس كتير جدا 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 اتنصب عليها في فلوس كتير وبما بالك كبيرة. فحضرتك ما تتعملش مع وساطة مالية دي نصحتي وانت حر. ما تتعملش مع اي وساطة مالية عن طريق الجروبات اللي على التليجرام. بلاش تتعامل مع اي حد في وساطة مالية عن طريق الجروبات اللي في التليجرام. دي النصيحة اللي انا بوجهها لكم وانتم بعد كده حرين. طيب اه في اخبار عن اي كيو ارابيان. اي كيو ارابيان على حسب اخر خبر تداولوه الناس. وليس يعني انا ما شفتوش. طبعا مش مستثمر معهم. فمش متأكد من الموضوع. لكن من الجروبات والناس اللي بتتكلم عليه. ان اي كيو ارابيان اوقف التداول على الخيارات الصناعية. وشغال حاليا على الفوركس الاسلامي فقط. ده هل المعلومة مؤكدة او لا? دي برضو ممكن انت تسأله المستثمرين الى الناس في الجروبات اللي هنزلتها. تقدر انكم تسألوهم وتعرفوا المعلومة منهم هما لانهم طبعا هما المستثمرين ولا اتصل بالأدمن او صاحب الموقع فهم اكثر علما مني بهذا الموضوع. طيب هل في حاجة تانية احابب ان اه اضفها. اه عشان اه لما تخش على الجروبات دي. اه في حاجة تانية حابب ان اضفها اه الحاجة دي. اه انه اي حد هيتعامل زي اه يعني ارجعت انا اقول بلاش وسطة مالية. دي رقم واحد. الحاجة التانية بتاع اه اه او صاحب موقع اه اي كيو ارابين موجود بيخش بيعمل اه شات مع المستثمرين على الجروب اللي انا هحطه الكلينك بتاع له استثمار في شركة اي كيو ارابين. الراجل بيخش بنفسه اه حيعمل شات. المفروض انه كان معاده بكرة تقريبا بس هو اجل الموضوع لانه عنده اه ظروف شغل فهتيبقى يومين اتنين. هو داخل قبل كده مرتين وانا كنت اخذ المرتين طبعا باسم غير معروف. واسمعت الكلام بتاعه. فاللي حابب انه هو يكلم صاحب الموقع شخصيا ينضم الجروب اللي هو بتاع الاستثمار في شركة اي كيو ارابين. عشان تتبقوا متواصلين مباشرة معه. اي حد بقى عنده مشكلة عنده استفسار يبقى يقدر انه هو يتعامل مباشرة معهم. واتمنى تكون الحلقة واستفدتم منها واشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.